من ناحية أخرى قال وزير الداخلية سلام حمد إن الفتاتين ثرية وجمان الصلطي التين توفيتا بعد أن القيتا بنفسهما من فوق عمارة جنوب عمان قبل أيام كانت تتعرضان لضغوط نفسية وأشار حمد خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه بتفتيش جثتي الفتاتين تم العثور على أدوية بحوزتهما وتم العثور على أوراق في نسخة من القرآن لإحدى الفتاتين وتم التأكد أن الخط المستخدم يعود لها بشهادة ثلاثة خبراء ووالدها المزيد حول نتائج التحقيقات في قضية الشقيقتين الصلطي في تقرير جورج برهم في سابقة هي الأولى من نوعها كشف الأمن العام معلومات تخص قضية الأختين ثوريا وجمان الصلطي بعد العديد من الروايات والأقاويل ووفقا للروايات الأمنية فإن القصة بدأت عندما وصلت الأختان إلى نادي القلف حيث أن إحداهما دخلت إلى النادي وأخرى بقيت داخل السيارة وكان واضحا بحسب الروايات الأمنية بأن الشقيقة التي دخلت إلى النادي كانت تتحرك بالطراب ومن ثم دخلت إلى مطعم النادي ومكثت فيه قليلا وغادرته وهي بحوزتها زجاجة من العصير ومن ثم عادت إلى السيارة التي كانت أختها ما تزال جالسة فيها وانطلقتها إلى البناية التي وقعت فيها الحادثة والتي تفصلها عن نادي القلف ما يقارب سبعة كيلو مترات الأولى لما نزلت نزلت خطت الباب مع عصفة كان الكائنها ونزلت بسرعة يعني نزلت ماشي السريع مش ركاعد التاني ركاعد نزلت طيب بعد ما طلعوا على العمارة شاهدت ناس اللي حقهم على العمارة شاهدت فيه ناس بجنب العمارة هلأ بنفس اللحظة لا ما شفت حضر للفترة الزمنية اللي ظلت يعني واقفة فيها على شباك بيتك يقول دقيقتين ثلاث بينما وقفوا صفوا السيارة ونزلوا يعني بعد ثلاث دقائق أنت تركت المكان وبحسب شهادة عامل مصري في مطعم النادي فقد قال أنه لاحظ علامات التوتر والعصبية تظهر على ثورية وذلك على غير عادتها شاهد مصري آخر يعمل في إسكان ملاسق لمكان الحادثة سمع صوت سقوط وعندما ذهب لتبين الأمر اتضح أنهما للفتاتين كوادر البحث الجنائي عثرت على حبوب داخل جيب إحدى الشقيقتين وفي المركبة التي كانت تستقلانها ليتبين بعد التحقيقات أنها من الأدوية التي تستخدم في العلاج النفسي وتهدئة الأعصاب الطبيب النفسي المكلف بملف الشقيقتين كشف أن الأدوية المستخدمة من قبل الشقيقتين لا تؤدي إلى الانتحار أما الدوافع التي أخذ الدواء من أجلها على الأرجح هي الاكتئاب الذي قد يؤدي إلى الانتحار وإن الأدوية المستخدمة قد تعطي الدافع والقوة من أجل الإقدام على عمل مثل الانتحار الطب الشرعي أشار إلى أنه لم يكن هناك آثار ضرب على الجثتين وإنما آثار ردود قوية نتيجة السقوط وتكسر للعظم مؤكداً وبعد كل التحقيقات تبين عدم وجود شبهة جنائية شهدة عيان فلبينية تعمل في منزل الفتتين قالت إن الشقيقتين تركتا الأجهزة الخلوية في المنزل مشيرة إلى أنهما عادة ما يفعلن ذلك فيما قالت والدة الفتتين أنه لا عدوات لديهن مع أي أحد ولا تعاني أي منهن من سجل المرضي والد الفتتين ذكر أنه لاحظ وجود ضغوط نفسية على ثرية وإن جمانة متزوجة من يوناني ويوجد لديها خلاف مالي معه مستبعداً انتحارهما كما عرض الأمن العام نص رسالة كتبت باللغة الإنجليزية عثر عليها في جيب المرحومة ثرية موجهة إلى والدتها وقد قالت فيها ماما العزيزة أنا أحبك وأحب بابا كثيراً هذا أكبر بكثير مننا صلي وحمي راية جميع الصور على جهاز الكمبيوتر حاولت وضع بعضها على ذاكرة التخزين قولي لراية كم أحبها وسوف أكون الملاك الحارس لو كان عندي أمل واحد لكنت قد تمسكت به جورج برهم رؤية